هنروح بقى لفريق كرة السلة اللي الحقيقة الجمهور واخد على خطره شوية خرجنا من البال بعد ما كنا حامل اللقب من دور التمانية خسرنا من فتح الرباط وبعد كده خسرنا من اتحاد او اهل الليبي وللأسف فيه ثلاث فرق عربية خرجت الحقيقة من البطولة من دور التمانية ولكن فرقتنا محتاجة ايه فرقتنا محتاجة رفع معادلات التركيز فرقتنا محتاجة ان احنا نتلم فرقتنا محتاجة ان احنا ناخد عندك فترة كافية النهاردة اول مباراة ليك في يوم 6 الفرقة رجعت خلاص وخدت راحتك وانت تمام وجاهز للمباريات محتاج طبعا انت يعني تبقى في اعلى درجات الاستعداد عندك مصابين لسه اه في مصابين طبعا مش هالحاوزة بقولنا عمر زهران نوي انه يلحق عندك مؤمن خيري برضو نوي انه يلحق عندك يوسف المعدة ومش هالحق ولكن ان شاء الله الاهل بمن حضر يستطيع اللعيبة دول ان هما يفوزوا في المباراة مهم جدا لستارتك يعني دايما مهم جدا اول مباراة يمكن احنا كنا السنة اللي قبل الفاتت تعصرنا في المباراة الاولى لو تفتكروا ولكن بعد كده فوزنا ثلاثة واحد مش عايزين كده عايزين ان احنا من الاول الفوز من الاول بيبقى مريح بيريحك تخش المباراة التانية بتكسبها بتلاقي اتنين صفر تنين المعنويات تهبط في الفرقة التانية تخش على المباراة التالتة تبقى مرتاحنا اتمنى فريق السلة يسهلوا علينا واذا ما قلت في بداية الخبر ان اتحاد السلة وافع على استقدام حكام اجانب عشان تدير الخمس مباراة او البستوف فايف اللي هيتلعبوا ما بين الاهل والاتحاد الحقيقة ده خبر ريحنا ريحنا كجمهور اهلي لان احنا الحقيقة شفنا من تحكيم فكرة السلة يعني حاجات كتيرة للفترة اللي فات فكنا يعني نتمنى مش غلط في التحكيم ولا حاجة ولكن الحكام محتاجة رفع مستوى اكتر محتاجة تعملهم برامج رفع لمستوى الحكام المصريين اكتر اللعبة بتتطور اللعبة بتتطور ولكن الحكام ما بيتطوروش فهيبقى فيه اكيد اخطاء نتمنى كل التوفيق اكيد لفريق كرة السلة في النادي الاهل